بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطلبات الصف الخامس الابتدائي أهلا وسهلا ومرحبا بكم معكم مستر عادل محمد مدرس الرياضيات لدى مدارس بدر تاجرز الخاصة هنتلول النهاردة بإذن الله تعالى حل النموذج الاسترشادي الثالث من النماذج المجمعة للوزارة بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم واحد بيقول لي واحد على خمسة أكبر من لو بصيت نص ولا تلت ولا واحد على ستة ولا واحد طبعا الإجابة الصحيحة تبقى واحد على ستة طيب وليه الإجابة واحد على ستة لو لاحظته أن في درس مقارنة بين الكسور كنت بقول الكسر اللي مقامه صغير هو ده الكسر الكبير لو لاحظت هلاقي الواحد على خمسة فعلا أكبر من واحد على ستة رقم اتنين بيقول للوطر الذي يمر بمركز الدائرة يسمى اللي يمر بالمركز ده على طول قطر رقم تلاتة بيقول لي عدد ارتفاعات المسلس القائم الزاوية بيساوي طبعا بيساوي تلت ارتفاعات رقم اربعة بيقول لي خمستاشر على خمسة من عشرة بيساوي طبعا السؤال ده عايز ورعه وقلم وتكتب معايا شرطة كسر المكسوم اللي هو خمستاشر يبقى اكتبه في البسط والمكسوم عليه اللي هو خمسة من عشرة هكتبها في المقام محتاجة خلي المقام في درس قسمة الكسور والاعداد العشرية محتاجة خلي المقام اللي هو خمسة من عشرة هخليه عدد صحيح خمسة من عشرة يبقى هضرب في عشرة ضربت تحت في عشرة يبقى هضرب فوق في عشرة يبقى اللي جابة تبقى مية وخمسين على خمسة هيساوي تلاتين يبقى اللي جابة الصحيحة تلاتين رقم خمسة بيقول لي اذا كان العنصر تلاتة بينتمي للمجموعة اتنين وثين وخمسة طبعا طالما الثلاثة تنتمي يبقى موجودة جوه المجموعة طب موجودة مكان مين اكيد مكان السين يبقى السين بالساوي ثلاثة رقم ستة بيقول المجموعة سين فرق المجموعة سين يعني الفرق يعني بشيل المجموعة التانية من المجموعة الاولى طب المجموعة سين لما شيل منها المجموعة سين مش هيتبقى لي حاجة يبقى الاجابة فاي طب لو قال لسين تقطع سين يبقى الاجابة سين لو قال لسين اتحاد سين يبقى الاجابة بردو سين إنما سين فرق سين فاي رقم سبعة بيقول لي صندوق بي عشر مصابيح كهربائية منها تلات مصابيح تالفة فإذا صحب مصباح واحد عشوائيا فإن احتمال أن يكون المصباح سليما طيب السؤال عندي عايز احتمال أن يكون المصباح سليما احتمال أي حدث بيساوي عدد مرات وقوع الحدث على العدد الكل طيب العدد الكل عندي عشر مصابيح العدد الكل موجود فين هكتبه في المقام البسط بقى عدد مرات وقوع الحدث الحدث هنا أنه المصباح يكون سليم طيب عدد المصابيح السليمة كام؟ أنا عندي تلاتة تالفة يبقى عندي سبعة مصابيح سليمة يبقى الإجابة تبقى سبعة على عشرة بيساوي سبعة من عشرة وبكده النقود كان أنهينا حل النموذج الاسترشادي الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر